موسيقى أسعد الله أوقاتكم مشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حادث الصحافة والبداية مع صحيفة واشنطن بوست التي نشرت مقالا بعنوان أطفال سوريا يتدورون جوعا وأمريكا تكتفي بالمشاهدة رأت فيه الصحيفة بأنه مضى ما يقرب من ستة أشهر منذ وافق مجلس الأمن على قرار يطالب فيه بوضع نهاية للقصف الذي يستهدف مناطق المدنيين في سوريا ويدعو إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة كما مضى أربعة أشهر منذ أن وصف وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الحصار بأنه كارثة بأبعاد لم يشهد العالم لها مثلا منذ الحرب العالمية الثانية قبل ثلاثة أسابيع عقيد مؤتمر دبلوماسي حول سوريا شارك فيه السيد كيري وأصدر بيانا قال فيه إنه يصير على مشاهدة خطوات ملموسة لوصول المساعدات الإنسانية وحذر إنه إن لم يتم اتخاذ هذه القطوات فإنه سوف يدعم إسقاط المساعدات الإنسانية على المدن المحاصرة بداية من الواحد من حزيران لغاية اليوم نمتصل المساعدات الغذائية إلى دارية إضافة إلى حي الوعر في حمص وفي العديد من المناطق التسعة عشر المحاصرة كما لم يكن هناك أي إسقاط للمساعدات من الجو ولم يتم تنظيم أي منها ويقول مسؤول الأمم المتحدة أنهم لا يتوقعون حصول ذلك في الأيام القليلة القادمة مهلة أخرى في مهب الريح وخط أحمر آخر يتم تجاوزه والأطفال في المناطق المحاصرة لا زالوا يتدورون جوعا ويختم الكاتب بقول لكيري الناس في المناطق المحاصرة يأكلون أوراق الشجر والعشب أو الحيوانات من أي نوع يمكنهم الإنساك به وأضاف إن وصول المساعدات الإنسانية يجب أن يتم خلال أسبوع من الآن وكان يجب أن يتم في الأيام الأولى هذا الكلام كان في الثاني من شباط وبالانتقال إلى موقع ترك بريس نقرأ مقالة ليوسام الدين الكعل بعنوان المرحلة الانتقالية في سوريا حقيقة أم وهم بينا فيه الكاتب بأن المرحلة الانتقالية مصطلح يطلق عادة على الفترة التي تلت تغيير السياسي في بعض الدول نتيجة الثورات أو الانقلابات العسكرية ويتم خلالها الانتقال من نظام ديكتاتوري إلى نظام ديمقراطي وتقع بين اختيار مجلس أو هيئة حكم مؤقتة لإدارة مؤسسات الدولة خلال تلك الفترة وبين قيام الحكومة ومؤسسات الدولة الأخرى وفق دستور دائم وعادة ما تمتد هذه الفترة ما بين سنة إلى سنتين بالنسبة للقضية السورية لا يمكن القول حتى الآن إن المرحلة الانتقالية قد بدأت لعدم وجود رغبة جدية لدى الأطراف الفاعلة في القضية السورية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا للتوصل إلى حال يفضي إلى تغيير حقيقي بسبب تقاطع مصالحها في سوريا والمنطقة بشكل عام من يريد الحال السياسي في سوريا عليه أن يدعم صيغة تطضي إلى تحقيقه لأن يطلق العنان لقصف المدنيين وتجويع الأطفال وحصار المدن الآهلة بالسكان وقصف المشافي ومراكز الدفاع المدني والمخيمات التي لجأ إليها ألاف الهاربين من البرامل المتفجرة ويفتح الطرق لمشاركة المرتزقة والميليشيات من كافة أسقاع الأرض في الحرب الدائرة هناك ويستخدم الفيتو داخل مجلس الأمن لمنع تمرير أي قرار يدين مثل هذه الممارسات اللا إنسانية ويختم الكاتب بالقول أي مفاوضات أو محادثات تجري برعاية المجتمع الدولي لإنهاء الصراع في سوريا لن يكتب لها النجاح ما لم تتوفر الإرادة الدولية الصادقة لوقف شلال الدماء الذي يجري يوميا ووضع القوى الدولية مصالحها جانبا أمام مصالح السوريين على الأقل لحين إنهاء الحرب والبدء بعملية انتقال سياسي حقيقية عندئذ يمكن تصور بدء مرحلة انتقالية تقود إلى تغيير حقيقي يتناسب مع طموحات وتطلعات الشعب السوري ونقرأ في صحيفة استراءة تركيا مقالة لحسين غورلاجة بعنوان هذه التفجيرات من أجل الخارطة الأمريكية رأى فيه الكاتب بأن التفجيرات التي حدثت في اسطنبول وفي ولاية ماردين تعتبر نذير موجة جديدة من الإرهابيين في المدن حيث بدأ العمال الكردستاني بالتوجه نحو المدن بعد هزيمته في الأنفاق كانوا يهدفون من أحداث غزي بارك وما تلاها إلى إخضاع تركيا وأردوغان تحدث عن تلك الأحداث بأنها تتم بناء على أوامر من جهات عليا في اليوم الأول من رمضان قام أردوغان باستضافة أقارب الشهداء من ضحايا الإرهاب على الفاتور وتحدث بأنه من يسعى إلى إخضاع تركيا باستخدام الإرهاب سيفشل وقد تحدث أردوغان في ذكرى فتح اسطنبول ال563 بصورة واضحة وصريحة حينما قال كنوا واثقين بأن محاسبتنا على فتح اسطنبول لم تنتهي منذ 563 عام وما دام الأذان يرفع في سماء اسطنبول فلن ينتهم من ذلك ولذلك يستخدمون منظمات إرهابية وانفصالية وهذا ليس من أجل مصالح إخوتنا الأكراد ولا من أجل مصلحة المنطقة وإنما من أجل الانتقام منا لقيامنا بفتح اسطنبول يعملون الآن على استخدام ما تبقى بيدهم من أوراق وذلك من خلال توظيف أعمال إرهابية ضد الإنسانية للتأثير على تركيا متسببين بمقتل مدنيين ويريدون من ذلك إخضاع تركيا وهم يقومون بتلك الأعمال القادرة في الخفاء ويخرجون على العنان ليعلنوا عن حزنهم العميق لضحايا أعمالهم ونقرأ في صحيفة الحياة اللندنية مقالا لغازي دحمان بعنوان التطهير الديمغرافي هدف المرحلة القادمة في سوريا رأى فيه الكاتب أن طرفان الأمريكي والروسي يسعيان إلى تحقيق أهدافهما باستخدام أدوات ذات طبيعة إشكالية في الصراع القائم مثل اعتماد أمريكا على الأكراد واستناد روسيا على إيران وأذرعها في إنجاز مهمتها لا شك في أن ذلك ينطوي على معاني عديدة أهمها أن إدارة الأزمة بهذه الطريقة ليس الهدف منها الوصول إلى تسوية سياسية حقيقية لصراعة المنطقة بقدر ما تهدف إلى إعادة السياغة هيكلة المنطقة جغرافيا وديمغرافيا والهدف من وراء ذلك إيجاد مخرج للقوى الكبرى من هذا الصراع ينهي مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية بدرجة كبيرة عن المذبحة التي حصلت تحت ظلال تنافسها الجيوسياسي ويعيد ترتيب عناصر الصراع ونقلها من خانة الصراع السياسي الداخلي إلى صراع بين مكونات مجتمعية وكينات طائفية وحرقية وفي ظل هذا النوع من الصراعات يسقط الكثير من المحذورات والمحرمات الدولية وخاصة عملية التطهير الديمغرافي التي يتم احتسابها في إطار الصراع على المواقع والموارد والحدود ويجري إخفاء الفاعل فيها وتنتهي بالاحتكام إلى الوقائع الأرضية والمساحات التي يستطيع كل فريق الاستحواذ عليها وتثبيت سيطراته فيها وختام حلقة اليوم مع موقع أوريانت نيوز ومقال نور ملاح بعنوان حتى لا تمسخ الحرب إنسانيتنا وتصف في الكاتبة حال التوحش التي أصبحنا فيها والتي يظلم فيها الأقوى الأضعف في دائرة عنف لا تتوقف وتكاد تقضي على كل خير ونقائف نفوسنا بل قد شوهت كثيرا من النفوس السوية لدرجة أصبح يبدو فيها أي سلوك أو تفكير فيه رحمة أو إنسانية غباء وسزاجة بل ومرضا وعارا تجب مهاجمة صاحبه إنها الحرب التي جعلت الرفاق المفترض أن عدوهم واحد وجبهتهم واحدة يرفعون السلاح في وجه بعضهم ويقتلون بأيديهم إخوتهم وأبنائهم إنها الحرب التي جعلت إحدى الجهات التي ظاهرها الإنسانية في سوريا تمتلك سجنا وتعذب السجراء وتختلص الأرامل والأيتام جياعا وتنهب معناتهم إنه ذلك المسخ العام الذي تلاحظونه وستلاحظونه الآن في تعليقات الناس على أي منشور أو مقال ولا أحد يدفع ثمن هذه المأساس والمدنيين المدنيين الذين لم يرحمهم بشار وجنوده ومرتزقة حزب الله وإيران ومجرموا روسيا والعالم المتواطئ معهم ولا يوما واحدا وأولئك الذين توحشوا في الرد أحيانا أيضا لم يرحمهم والحصيلة هي دوما المزيد من القتل والقهر والدمار والتشرد والنفوس المحطمة والأبنية المدمرة والأوصال المقطعة وبقية بقية من إنسانية نحاول أن نتمسك بها قبل أن يجرفنا تيار التوحش الهائل وها نحن نعيد إنتاج بشار ودواعش بقشرة مختلفة فقط إلا القلة القليلة النادر الصامدة بصعوبة ومشقة على ثغولها واقف في وجه تيار الفساد والاستبداد والمحسوبية وحتى العمال والاختراق حتى مخ العظام العتمة لا تقاوم بالعتمى والظلم لا يقاوم بالظلم والناس لا تريد الخلاص من مستبدين لتخضاع لمستبدين جدد إن الشعوب تريد عدلا وإنسانية وحقوقا في الحياة الكريمة كباقي شعوب العالم وبهذا المقال مشاهدين نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة